هاي انا سما حلتنا اكو اكسرسايز قبل كده وجاي النهارده حل اكسرسايز جديد هادخل على كورسز سي برو جراميك هحل اكسرسايز عن ماس اتش لو جينا بصينا اول اتنين هم مرتبطين ببعض شوية يعني تاني واحد وغير حاجة بسيطة في الاولاني فحنا نعمله مساوي في الفيديو ده هوا اصلا اكسرسايز بيقول انه هو عادي برو جرام يطبع الجاز التربيعي للاركم دي الجاز التربيعي يهو السكوار روود فانا عايز افعل البروجرام ياخد كل الاركم دي هسجليه في الرية مثلا وبعدين يعدي على رقم رقم يقولي السكوار روود بتاعه هيكون كام طيب فيه طريقتين ان انا اعمل الموضوع ده اول طريقة ان انا اكتب جوا المين عادي للحاجات اللي انا اعملها او ان انا اعمل function اسميها مسلا square root واكتبها قبل المين وبعدين انادي عليها جوه المين بس وهو هتشتغل عادي الطريقة التانية عادة بتكون احسن لان انا لو كتبه كذا حاجة يعني الكود طويل وفيه كذا function هيبقى مضاسع لأي حد بيتابع وراي او بيشوف معايا هيبقى فاهم متابع انما لو هو كذا حاجة الكود كده هيبقى طويل ومنغبط لو انا عايزة اروح لحتة معينة ممكن اطلاق ففكرة function دايما بتكون اسهل هعمل الاراي سميها anum وقول انها equal الاركم يعني انا هاخد الاركم دي copy على طول واكتب تمام دلوقتي بقى انا عايزة اعمل counter يعدي على رقم رقم في الاراي يعمل لي square root بتاعه فاكيد هعمل الكرام ده for loop هقول for i equal zero طيب هعمل الاراي بتاعي ان الاراي هم دول 6 elements فهقول ان الاراي smaller than 6 ممكن اقول اي smaller than 6 او اي smaller than or equal 5 هي تعتبر نفس الفكرة هقول اي smaller than 6 و i plus plus طيب الاراي اللي انا استخدمته ده انا محتاجة برضو احجزه ممكن فاطلع فوق هقول ان انا حجزت الاراي طيب دلوقتي بقى هكتب جوا الفور نفسها اي انا عايزة اخد اول رقم اعمل له square root بتاعه لما انا اعمل square root انا احتاج استخدم include جديدة احتاج استخدم include math.h فهزودها عشان اول ما اكتب له ان انت تعمل square root يبقى هو جايبها اطول هعمل رقم هقول ان هسميه answer وان الانسر equal square root لنهم المنت بتاع اي طيب الانسر اللي انا استخدمتها دي برضو هي مش متسجلة فوق فهطلع سجلة وقفلها من هنا بعدين انا عايزة اطبا فهعمل ان هو print هقول مثلا ان the square root of number كذا equal كذا فهقول له هعمل لك بضبط the square root of number انا عايزة اخد اني رقم انا عايزة اخد الرقم اللي هو هيخده من الري ويجيب له square root يعايزة ايكتب رقم ده بالذات فالاول هعمل percentage z عشان اقول له ان انت هتكتب رقم بعدين اقول له equal percentage د برضو عشان اقول له ان انت هتكتب رقم تاني بره بقى double quotation هعمل كما اول واحد انت هتاخده من النوم the i فهقول the i بس التاني رقم هتاخده من الانسر ها دلوقتي معلمي على كيرلي بريسس دي علشان هي الفنكشن لسه مقفلتش هي الفنكشن من نوع enter فاي فنكشن من نوع enter بحتاج ان انا اعمل لها return لرقم يكون enter عشان تقفل هاجي هنا ااخد مثلا دي دلوقتي خلاص error shell هاجي بقى انادي على الفنكشن تحت دلوقتي بعد ما انا نديت الفنكشن في المكان ده هي الفنكشن بعد ما تخلص هترجع zero في المكان ده بس انا مش هحتاجة zero اللي هتحط فكان الافضل ان انا من الاول خلص اخلي الفنكشن void فممكن بقى اشيل دي خليها void وكمان هو علمني ان return zero اصلا غلط فهمش هاليا وكده البروجرام مفيد يشتغل هعمل run طيب هعمل هنا pack slash n عشان ما يبقوا لدي انفي بعض تمام اشتغل لو جدنا بقى بسطين على الexercise الثاني هو بيقول لي بقى المرادي هو عايز اليوزر اللي يدخل الراكم وبعدين بقى هو هيطلع الراكم ده يعني البروجرام الاولاني انا حكمت البرنامج بالاركم ده فهو مش هعمل اي حاجة تانية غير انه يجب لي square root للاركم ده التجربة هتبقى احسن لابل يوزر هو اللي ادخل الرقم وقال له بقى ال square root بتاع الرقم ده كام حغير حاجات بسيطة يعني مثلا مش هحتاج بقى ان انا اعمل ارهي خلاص فكل دي كده هتتشال ومكانها اخليها نوم باس يعني ان هو مسجل مكان اسمه نوم باس وكمان هشيل الفور لوب هي الفكرة ايه الفكرة ان انا محتاجة اكتب لليوزر اكتب لي رقم وبعدين اعمل الاسكان للرقم ده وبعدين اسجل الرقم ده وبعدين اسجل الرقم ده في نوم انتر انامبر وعمل باك سلاش ان وممكن اخلي كن في ار وكده تحت طيب الرقم اللي هكتب هحتاج اعمله سكان اف هقول سكان اف طيب ممكن اعمل برسنتج دي ودي هتسجل الارقم انجر يعني هتطبع لي انجر او تسجل انجر وممكن اعمل برسنتج اف في لود فهو كده لو الرقم ديسيمل هيبقى احسن يعني هيكتب لي كل الارقم فانا اخليها برسنتج اف and num طيب الاول طالما انا خليتها برسنتج اف فلازم اطلع على الانت الفوق وهيخليها فلوت بقى مش انجر وكمان الاد اي دي انا مش محتاجها دي كانت من البروجرم الادي وكمان الاد اي دي برضو محتاجها ودول هخليهم برسنتج اف وكمان هما بقى فلوت الوقت الكوز ده زيادة وكان من طبع الفور برضو القديمة وممكن بقى اضبط شكلهم اخليهم كلهم على نفس الساطر طيب هوا الوقت البروجرم اشغلت ازاي انا عملت فلوت حاجة انسر ونمبر وحاجة stonefloat وكتبت لليوزر ان هو يدخليه نمبر بعدين نمبر ده هسجله فين هسجله فين بعد ما سجله هاجي بقى اقول ان فيه حاجة تانية variable تانية اسمه انسر الانسر ده هيكون عبارة عن سكوار روت للنم ولما يجي اطبع هاطبع ايه ان ذا سكوار روت اف الرقم ده هيساوي الرقم ده ومتبقى ده نمبر والانسر ممكن اجرب run قال لي enter a number هقول مثلا 25 مفوض ان سكوار روت بتاع 25 5 فقال لي اذا سكوار روت 25 equal 5 الزيروز الكتير اللي طالعة انا ممكن اخليها يكون يعني float point decimal واحد بس بان انا حاجة هنا في النص بين الpercentage والf اول 0.1 يعني اخذ لي اول decimal بعد الpoint وهنا كمان 0.1 اعمل run قال لي enter a number هقول 25 قال لي the square root of 25 equal 5 هو كده البروجرام خلاص اشتغل ده حل من الحلول ممكن يكون في حلول تانية كتيرة لو عندك حل تاني بلايد تحط في الكومنت وححلي بعد ده اكسرسايز تاني في فيديو تاني bye